بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 نتكلم هنا على ازاي نحل مسألة بالارقام بعد ما شرحنا فعلى سبيل المثال انا عندي سقف اوات السقف ده عبارة عن مجموعة من البلاطات البلاطات ديت اللي هي ابعدها اربعة في خمسة اولا البلاطات دي عشان تعرف النوع بتاعها بنقسم الاتجاه الطويل على الاتجاه القصير اللي هي خمسة على اربعة واحد وربع يعني اقل من تبقى البلاطة بمعنى ان الحمل على السقف العندي بيتوزع فيه اتجاهين وقلنا ان الضلع القصير بتركب عليه مسلسات والضلع الطويل عليه شبه منحرف والزاوية ديت اللي هي خمسة واربعين درجة طيب ده السقف العندي وده توزيع الاحمال اللي موجودة مطلوب ان احنا نعمل ديزاين للبيم بي وان والبيم بي تو طب ايه الفرق بينهم اولا سواء بي وان او بي تو تعتبر بلاطة او كاميرا الكاميرا دي تعتبر انتيريور يعني انتيريور يعني فيه سقف من الجهتين زي ما احنا شايفين فيه سقف من هنا وانا نفس الكلام فيه سقف من الجهتين بالنسبة للكاميرا بي تو طب تعالى نشوف الديتا اللي هنشتغل عليها اللي هي بتاعة الخرصانة متين وخمسين كيلو جرام على سنتيميتر سكوير نوع الحديد ستة وتلاتين على اتنين وخمسين هنا معناه ان الاف واي اللي بنشتغل عليها تلات تلاف وستمائة كيلو جرام على السنتيميتر سكوير سمك السقف اللي هو التي اس اربعتاشر سنتي افسي اللي هي الفلور كافر اللي هي التشتباط اعلى السقف اللي هي متين كيلو جرام على المتر سكوير واللايف لود متين كيلو جرام على المتر اسكوير زي ما بنقول الدزاين ان احنا عايزين نعمل تصميم لبي واحد وبي تو باستخدام اللي تشارت وبعد كده مطلوب نرسم الديتيلز بتاعة الحديد بتاعة الكاميرا بي وان والكاميرا بي تو اشتركوا في القناة